اشتركوا في القناة من كان من الأرض أرضي هو ولغة الأرض يتكلم الآت من السماء هو فوق الجميع وهو يشهد بمرأة وسمع ولا أحد يقبل شهادته من قبل شهادته فقد ختم على أن الله صادق فمن أرسله الله ينطق بكلام الله وهو يعطي الروح بغير حساب الآب يحب الإبن وقد جعل في يده كل شيء من يؤمن بالإبن ينال حياة أبدية ومن لا يطيع الإبن لن يرى حياة بل غضب الله يستقر عليه حقاً والأمان لجميعكم إنجيل اليوم هو تتمي لإنجيل مبارح يلي فيه شفنا أنه صار في جدال بين تلميذ المعمدان وأحد الأشخاص اليهود بشأن الطهارة وتلميذ يحنى راحوا لعنده حتى يعطي رأيه ويحكم بالأمر ويحل القضية ولكن انصدموا بموقف المعمدان يلي بدل ما يوقف معهم أعلن أنه يسوع هو المسيح وأنه هو مجرد مرسل قدامه أنه المسيح هو العريس وأنه يحنى صديق العريس وأنه مشيئة الآب أنه يحنى يصغر وينقص ويسوع يكبر ويزيد وبإنجيل اليوم يلي هو تتمي لتعليم المعمدان بكف المعمدان وبيقول إن الذي يأتي من علو هو فوق كل شيء والذي من الأرض هو أرضي يتكلم بكلام الأرض من يأتي من علو هو فوق الكل ويسوع هو من أتى من السماء بحسب قوله لنيقوديموس بيقول له يسوع لنيقوديموس ما من أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء وهو ابن الإنسان فإذا هون يسوع بيقول أنه هو أعظم من إبراهيم أعظم من موسى أعظم من إليا أعظم من المعمدان وأعظم من كل الأنبياء هو من السماء وهني من الأرض وهون المعمدان عم يحكي عن نفسه أنه هو أرضي ويتكلم بكلام أهل الأرض لأنه ولد مثل كل البشر وعيش مثل البشر وما في يحكي إلا بالإشياء يلي الرب عم يكشف له إياها من السماء وما في مجال للمقارنة بين الأنبياء والمسيح الأنبياء شهدوا للحق بكلام من ربنا ولكن بعدهم بشر بينما يسوع عم يتكلم من ذاته بكلام السماء لأنه هو سماوي وابن الله فإذا المعمدان عم يوضع الحقيقة قدام عيون تلاميذه حتى يزيل الحسد من قلوبهم ويرشدهم للشمس الحقيقي لحتى ما يعودوا يتمسكوا بيوحنى يلي هو كوكب الصبح يلي عم بيحضر مجيء الشمس فإذا المعمدان هو من الأرض واستنار بنور السماء بينما يسوع هو النور الحق يلي فيه العالم تكون ويلي كان بقلب العالم وإجا إلى العالم والعالم لم يعرف فإذا المعمدان هو طرابي أرضي والنور يلي فيه عم يستمده من يسوع النور الحقيقي يلي هو عم بنير العالم وبيتابع المعمدان إن الذي يأتي من السماء يشهد بمرأة وسمع وما من أحد يقبل شهادته من قبل شهادته أثبت أن الله حق فإذا الأنبياء شيء اللي عم ينطق فيه هو شيء اللي الله عم يحيل إله بينما يسوع عم ينطق بالإشياء يلي شايفه وسمعه لأنه هو والآب واحد وهو بيعرف كل شيء وبيعرف أنه يخبر عن كل أسرار الكون وبيقلنا وما من أحد يقبل شهادته يحن الإنجيلي بيقول جاء إلى بيته فما قبله أهل بيته أما الذين قبلوه وهم الذين يؤمنون باسمه فقد مكانهم أن يصيروا أبناء الله ومن قبل شهادته أثبت أن الله حق فإذا يسوع قال لني قديموس إن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية من آمن به لا يدان ومن لم يؤمن به فقد دين منذ الآن لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وإنما الدينون هي أن النور جاء إلى العالم ففضل الناس الظلام على النور لأن أعمالهم كانت سيئة وبتابع المعمدين فإن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله ذلك بأن الله يهب الروح بغير حسابه فإذا المسيح يلي أرسله الآب السماوي عم يتكلم بكلام الآب ويلي بيرفض كلام الابن عم يرفض كلام الآب ويلي بيرفض الابن عم يرفض الآب فإذا الله عم يوهي بالروح بشكل مطلق وكل إنسان بياخد من الروح بحسب طاقته وحجمه إيمانه ويسوع امتلك الروح من دون حساب وهو عم بيفيده على العالم من دون حساب فإذا الله عم بيوزع المواهب على البشر كل واحد بيحسب طاقته كل واحد بيحسب الوزنات يلي قادر يحملها ولكن يسوع هو بيحتوي كل الطاقات والمواهب وهو يلي بيوزعها بالشكل يلي بدو إياه وبيكمل المعمدين وبيقول إن الآب يحب الابن فجعل كل شيء في يده فإذا محبة الآب للابن هي محبي فريدي ومميزي مش متل ما بيحب السيد الخادم ولا متل ما بيحب البي ابنه ولا الام ابنه ولكن بيقول المعمدين إنه الله أحب الأنبيا والآباء والأبرار وجميع خلقه ولكن محبته للابن الوحيد هي بتفوق محبته للخلق بمقدار فإذا الأنبيا نالوا مواهب معينة ولكن المسيح هو بيمتلك كل المواهب وبيوزعها بيكمل وبيقول من آمن بالابن فله الحياة الأبدية ومن لم يؤمن بالابن لا يرى الحياة بل يحل عليه غضب الله ويسوع بيقلنا أنا الراعي الصالح بيقلنا أنا الباب فمن دخل مني يخلص يدخل ويخرج ويجد مرع وبيقول كمان بمتح دعش لا أحد يعرف الآب إلا الإبن ولا الإبن إلا الآب ومن أراد الإبن أن يبينه له فإذا الإيمان بالابن بيعني محبته واحترام تعاليمه وصيه والثبات بالأمان لأله بكل الظروف والأوئات وللسبب بيقول يسوع ليس من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات فإذا بيقول كمان يحنى أنه غضب الله بيحل على المتمردين والعاصين على الفاسقين والفاسدين بحسب أول مربولوس برسالته لأهل أفسس يلي فيها بيقول كنا بالطبيعة أبناء الغضب كسائر الناس ولكن الله الواسع الرحمة لحبه الشديد الذي أحبنا به مع أننا كنا أمواتا بزلاتنا أحيانا مع المسيح وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات في المسيح يسوع فإذا يسوع نزع عنا بالإيمان غضب الله ومنحنا النعمة وغلب الموت لحتى نحن نغلب الموت بيسوع فإذا شهادة المعمدين بتتوافق مع شهادة مربولوس الرسول برسالته اليوم الرسالة الثانية لأهل كورانتوس فصل 11 يلي بيقول فيها أنه مثل ما يحن عم يفتخر بضعفه يتواضع وينحني قدام المسيح كذلك مربولوس من جهة بيفتخر بأصله فهو مثل الرسل عبراني وإسرائيلي ومن نسل إبراهيم ومن خدام المسيح ولكن من جهة تاني بيفتخر بأتعابه وبيضعفه بيقول أفتخر بالضربات وبالأخطار وبالجلد وبالضرب بالعصي وبالرجم وبالأخطار في البحار وفي الأنهار بالاتحاد من اليهود ومن الإخوة الكذبة بالتعب والسهر والجوع والعطش والصوم والبرد والعري والهموم والاهتمام بالكنائس وبالأحزان على كل الذين يضعفون ويسقطون في الخطيئة وينكرون إيمانهم بالمسيح فإذا مثل مار يحنى المعمدان عاش الأماني للرب كمان ماربولوس يلي تحمل كل أنواع العذابات وما تراجع عن إيمانه ولكن كمل حتى النهاية ومثل ما كانت نهاية يحنى المعمدان بأطع رأسه كمان ماربولوس استشهد بأطع الرأس تحتى يشهد كمان للمسيح أنه هو الإله الحي وابن الله الحي فإذا هذه هي طريق الأنبيا والرسل والشهداء والخديسين شهادي للرب حتى الاستشهد منصلي بنهاية التأمل ومنقول له يا رب منشكرك على جميع الرسل والأنبيا على جميع الأبرار والإديسين يلي عم يزرعوا كلمتك وعم يعكسوا نورك على هالأرض سلحنا بإيمان ومحبتهم وغيرتهم حتى نمشي على خطاهن مثل ما هني مشوا على خطاك زيدنا إيمان يا رب ومل قلوبنا بالمحبة وفرح كل قلوب الحزيني الكثيرة المجروحة المتألمي وبلسم جراحة ما قالنا غيرك يا رب خلصنا وينجينا من كل هالمظالم من كل هالأرواح الشريرة يلي عم بتحاول تطفي الإيمان والمحبة بقلوب أبنائك عطينا يا رب شجاعة المعمدين وغيرة بولوس الرسول حتى نصمد ونستسلم لمشيئتك لأنك أنت وحدك خلاصنا إلك المجد مع الآب السماوي وروحك الأدوس إلى الأبد آمين اشتركوا في القناة